تحية طيبة لقناة سام الراء على هذه الاستضافة طبعا هذه التسميات هي مثل ما تذكر الأستاذ الفاضل هي هدفها أنه تفتيت الساحات محاولة تخلق فجوات بين الساحات من مختلف المحافظات المنتفضة ومحاولة تظهر التظاهرات أمام العالم بأنه هي تظاهرات مدعومة خارجيا هناك دول خارجية تحاول أضعاف الحكم الشيعي هناك دول خارجية تحاول قتل الروح الشيعية داخل العراق ومحاولة سحب الحكم من الشيعة وإلى آخر من هذه الأسباب الواحية طبعا لو نرجع للحقيقة ومو إحنا أبناء السفارات هي الأحزاب الحاكمة والمسيطرة على سدة الحكم هما بالحقيقة هما أبناء السفارات مو شعب العراق ولا ثوار تشري اللي قعدون بالغرف والدهاليز المظلمة مع الدول الخارج حتى يحيكون مؤامرات على العراق هما السياسيين اللي مسيطرين على سدة الحكم من 2003 حتى هذه اللحظة اللي إجوا على ظهر الدبابة الأمريكية هما نفسهم اللي إجوا من إيران ومن لندن ومن باقي الدول وسيطروا على الحكم من 2003 حتى اللحظة اللي دعمتهم السفارة الإيرانية هما نفسهم اللي يسيطرون على أنا ما أحكي بس على سياسيين الشيعة أنا أحكي على سياسيين الشيعة والسنة والكل الكل مشتركين بهذه اللعبة السياسية بتدمير العراق وتدمير كل مناطق العراق فصار واضح أمام الشعب وأمام الإعلام وإلى آخرهم منهم أبناء سفارات بالحقيقة لكن أن يتم استغفال أو محاولة استغفال الشارع من خلال قنوات هي مسيطرة عليها الأحزاء تحاول أن تظهر صورة سيئة عن الثوار وعن المنتفضين في الساحات هي واضح أن هناك لعبة سياسية وهناك لعبة تحاول قمع أو قتل روحي أول ما عرفتنا بنفسك؟ على السمبل حياك الله أولا نصبت خيمات وأقمت ولائي ومؤكل مطبوخ من يكم هالتمويل؟ أيضا أنا سنتسعيكم هذا السؤال يعني شوف هذا الموضوع ما أعتقد أنه يحتاج إلى مثلا بحث أو تقصي أو إلى آخر حيث يحتاج توضيح هذه الوضع للناس يقول لك من يجبوا هالتمويل؟ العراقيين أبناء خير وطريق الإمام الحسين بأربعينية الإمام الحسين هو خير دليل على ما أقول الطريق الإمام الحسين بأربعينية الإمام الحسين هو طريق ثورة يدل على أنه يوجد عقيدة لنصرة ثورة الإمام الحسين ما حصل فيه ثورة تشريت هو الطريق الحقيقي لنصرة الإمام الحسين لتسير على منهج الإمام الحسين بالتالي أنا أخشي لك عن ساحة ثورة ضد الظلم؟ هذه الثورة الحقيقية ضد الظلم والطغيان ومحاولة استخلال اسم الإمام الحسين للنفوذ السياسي وبالتالي كل اللي موجودين أنا أحكي لك عن ساحة النجف اللي يقدمون الأكل ويقدمون الشرب وإلى آخره هم أبناء مواكب يعني نحن عدنا أكثر من موكب موجود طريق الإمام الحسين نصب مواكبه بداخل الساحة العوائل النجفية البيوتات النجفية أكو عوائل صعوب عليها أنه تجي للساحة فتحس أنه دورها يحتم على دورها الأخلاق يحتم عليها أنه تقدم اللي تقدر تقدم من توفير بعكل من توفير بطانيات وإلى آخره